أدانت مصر بأشد العبارات الجرامة التي تستهدف المسلمين ورموزهم الدينية والقرآن الكريم دعيت منظمة التعاون الإسلامي إلى حجد الجهود واتخاذ الخطوات العملية لمجابات تفشي انتشار ظاهرة إسلام مفوبيا التي باتت تهدد سلم وأمن المجتمعات جاء ذلك خلال كلمة السفير حمدي سانة لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية نائبا عن وزير الخارجية أمام الدورة الاستثنائية الثمانية عشرة لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي بشأن حوالث حرق والإساءة إلى نسخ من المصحفة حيث أكد السفير حمدي لوزا أهمية التصدي لمثل هذه الجرائم والانتهاكات ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها مشددا على ضرورة الطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته نحو تعزيز ثقافة التسامح والتعايش واحترام التنوع الثقافي والديني بجميع أشكاله اشتركوا في القناة